وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي الذي تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت والطيبين الأطهار والصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدوك رحمة إنك أنت الأخير ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يكيد المعاد وبعد فقد وصلنا إلى فصل في العكس المستوي قال رضي الله تعالى عنه في السلم المنورق بشرح العلامة مولانا شيخ الإسلام والمسلمين الشيخ حسن بن درويش الكويسني شيخ الأذهر الشريف فصل في العكس المستوي هو لغة وقلنا كلمة لغة منصوبة على أي أساس أعرب لغة واحد يقول حال والآخر يقول بنزع الخافر وآخر يقول تميز ومن كان عنده تميز فليقول إنها تميز ماذا ترجح؟ حال حال طب عندما نقول حال يعني حالته كونه لغة هذا التعريب وهنا الوصف بها جامل ليس مشتقل وإذا قلنا على نزع الخافر هذا يؤدي إلى تنكير ما هو معرف لأننا لو أرجعنا الخافر فنقول في اللغة ولا نقول في لغة والأحسن أن نقول إنها تميز لكن الأوجه الثلاثة جائزة وأرجحها هو أن تعرب تميزا يعني نميز هذا التعريف بكونه لغة التبديل والقلب كما قال رضي الله تعالى عنه العكس قلب جزء أي القضية مع بقاء الصدق والكيفية فهناك شروط للعكس أن تبقى القضية صادقة بعد عكسها وأن تبقى الكيفية يعني أن تبقى موجبة كما كانت قبل العكس أو تبقى سالبة كما كانت قبل العكس وهناك شرطان لا بد منهما أن يبقى الصدق فلو عكسنا القضية وصارت بعد العكس كاذبة فهذا عكس باطل غير صحيح أو كانت قبل العكس موجبة ثم صارت بعد العكس سالبة فهذا أيضا ضلال في الأرض وفساد كبير العكس العكس قلب جزء القضية مع مقاء الصدق والكيفية والكم وكذلك يبقى الكم ما المرد بالكم يعني إن كانت القضية كلية فتبقى يبقى فيها الكم إلا إلا الموجبة الكلية لا يبقى فيها الكم يبقى فيها الكيف ويبقى فيها الصدق ولا يبقى الكم حيث تنعكس الموجبة الكلية إلى موجبة جزئية ولو انعكست إلى كلية لكانت كاذبة يلا شكرا بسم الله الرحمن الرحيم العكس الموجز أي القضية مع برقاء الصدق والكيفية العكس المستوي أي المثاوي للأصل وهو احتراث عن عكس النقيق وسيأتي يعني العكس هنا كلمة مستوي هذا يسمع هذا قيد المستوي ليس هذا وصف كاشف لأن العكس ليس كله مستويا يعني معنى مستوي يعني مستوي مع الأصل اللي هو قبل العكس فهذا هو العكس المستوي أما إذا كان عكس نقيض فهذا ليس مستويا لأنه يعكس النقيض ولا يعكس الأصل وعكس النقيض إما موافق وإما مخالف فلأجل هذا كانت هناك أنواع ثلاثة فقال لك هنا العكس المستوي يعني الذي يستوي فيه العكس كأصل أما إذا كان ليس عكسا للأصل وإنما عكس لنقيض الأصل سواء كان موافقا أو مخالفا فهذا ليس مستويا فعندما قال لك العكس المستوي أراد ماذا أراد ما الذي أراد بكلمة العكس المستوي ماذا أراد ما أسمع شيء الله أجيب قبل أن يعني تذهب الأرواح ماذا أراد لما قال العكس المستوي ماذا أراد في هذا القيد ما هو الاحتراز أكمل الإجابة ماذا أراد إخراج عكس النقيض الموافق والمخالف وأحيانا أشعر يعني كأنني أشرح لجماد فأصاب بإحباط شديد وربما يموت الإنسان الذي يشرح بسبب فهم الذي سبب عدم فهم الذي يشرح له يكاد يموت من الكبت ولماذا لا تجيب هل أنت فاهب أو لا هل معنى الجلوس والشرح كذا مجرد تصوير ويعني منظر كذا لتسلى به كما نسلي الصيام في شهر رمضان ولا هناك حكمة من وراء الدرس هل هناك حكمة ولندرسكم عبثا وأنكم لا تفهمون أجيب هذا آخر درس فإن لم تكن هناك إجابة فلن أعوذ هنا أبدا ها نعم لماذا لا تجيب يا قوم من أجيب داعي الله وآمن به ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض إذا وجه إليك سؤال فأجب لا تسكت لا تكن كالحجر أو كالجماد أجب وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشق فيخرج منه الماء وإن منها لما يأبد من خشية الله ماذا أصنع فيه إجابة وما فيش إجابة أريد أن أشعر بالحياة لا أني بين الحبوب أسكت أحسن ولا أسأل أين التفاعل إذا لم يكن هناك تفاعل فلا معنى للدرس ولا معنى للحضور ولا معنى للإستماع لابد من المفاعلة يا لو قاتلتكم ولم تبادلون القتال فأشعر أنني محزوم أقاتل في الهواء فالمقاتلة مفاعلة من الجانبين العمس أي مستوي أي مساوي للأصر وهو احتراز عن عكس النقيد هو احتراز عن عكس النقيد يعني العكس النقيد ليس مستوي والعكس المستوي ليس نقيضا مفهوم ما أريد الجواب بالإشارة ولا بالإيماء فهذا حيلة العاجز لا يجوز الصلاة قاعدا أو بالإيماء مع القدرة على القيام ولا يجوز الإشارة بالرؤوس مع القدرة على الكلام هو قلب جزئي أي طرف للقضية بجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا في الحملية قلب جزئي القضية كيف تقلب تجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا هذا في القضية الحملية أما في القضية الشرطية تجعل المقدم تاليا والتالية مقدما مفهوم حالة كومه مع بفاء الصدق في العكس أي إن كان الأصل صادقا لذلك ما صدق العكس يعني إذا كان الأصل صادقا فيلزم صدق العكس ويلزم أيضا بطاء الكيف وهو الإجابة والسلس والكم يعني ويلزم بطاء الكم إلا في الموجبة الكلية فعوضوها الموجبة الجزئية ومع بطاء الكم أي إن كان الأصل كليا فالعكس كلي وإن كان جزئيا فالعكس جزئي وسيأتي أمثلة ذلك واستثنى المصنف من بطاء الكم قوله إلا الموجبة حذف التاء للضرورة أصلها الموجبة يعني إلا الموجبة الكلية فحذف التاء للضرورة أي الموجبة الكلية فلا يبقى فيها الكم بل تنعكس بل تنعكس جزئية كما أشار إلى ذلك بقوله فعوضوها أي المناطقة وفي بعض النسخ فعوضها يعني عوض عنها الموجبة الجزئية والمعنى أنه يشترط بقاء الكم في العكس كما كان في الأصل إلا في الموجبة الكلية نحو وهذا هو المثال كل إنسان حيوان فلو عكسناها إلى كل حيوان إنسان مع العكس كده هنخلي الموضوع محمول والمحمول موضوع فلو قلنا كل إنسان حيوان وكل حيوان إنسان هنا الكيف باقي كما هو هذه موجبة وهذه موجبة ولكن اختل شرط وهو بقاء الصدق لأنه ليس كل حيوان إنسان صحيح أو صادقة كل إنسان حيوان فهذه صادقة إنما كل كل إنسان حيوان صادقة أما كل حيوان إنسان كاذبة واضح الله يلا نحو كل إنسان حيوان وكلما كان هذا إنسان كان حيوان فلا يبقى فيه الكامل يعني جاب لك مثال فيه في الحملية ومثال فيه في الشرطية كل ما كان هذا إنسان كان إيه حيوان فلا يبقى فيه مالكم في العكس لماذا لم يبقى الكم يعني إذا أردنا أن نعكس فماذا نقول فيه عكس الأولى كل إنسان حيوان ها هنبدل المحمول موضوع هنقلب جزئي القضية ولكن لا يبقى الكم لماذا لأنه لو بقي لفسد العكس فكانت أو فتكون إحداهما كاذبة فلو قلنا كل إنسان حيوان وقلنا كل حيوان إنسان يختل شرطه الصدر فكيف تنعكس فنقول كذا كل إنسان حيوان وبعض الحيوان إنسان فيكون العكس صحيحا لأنه بقي الصدر وبقي الكيف ولكن لم يبقى الكم فلا ينقر فيهم الكب العكس بل تعكس هما جزئيتين فتقول في عكس المولى بعض الحيوان إنسان وفي عكس الثانية قد يقول إذا كان هذا حيوان كان إنسانا يعني يعني قد يقول لأنه قد يكون ده هو صور الموجب الجزئية فالموجب الكلية لها صور والموجب الجزئية لها صور ولا لا يصح عكس هما كليتين سواء يعني كان في الحملية أو في الشردية لأن المحمول الأعم يثبت من جميع أفراد الموضوع الأخص يعني يندرج الأخص في الأعم ولكن لا يندرج الأعم في الأخص ولا يثبت ذلك الموضوع إلا لبعض أشراد ذلك المحمول الأعم وكذلك المقدم هذا في الشردية الأخص يستلزم التالي الأعم كليا ولا يستلزم الأعم الأخص إلا جزئيا أفهوم 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 ثم أعلم أن القضايا شخصية وكلية وجزئية ومقملة هذه هي أنواع القضايا أو أقسام القضايا أربعة شخصية كلية جزئية مهملة وهي إما موجبات أو سوال ثمانية هنا أخذ هذه القاعدة فهي مهمة يقول لك الموجبات كلها الموجبات تنعكس إلى موجبة جزئية يعني الموجبة الشخصية الموجبة الكلية الموجبة الجزئية الموجبة المهملة كلهم ينعكس إلى موجبة جزئية تحفظ هذا حتى لا تنسى الموجبات الأربع يعني الشخصية والجزئية والكلية والمهملة عكسها واحد تنعكس إلى موجبة جزئية خلاص كده فقولك شوف كده جاب لك أمثلة للأربع زيد الحيوان عكسها بعض الحيوان زيد لابد في العكس يكون المحمول يصبح موضوع والموضوع يصبح محمول مع بقاء أمرين وهما الصد والكيف زيد الحيوان تقول كده بعض الحيوان زيد وقولك كل إنسان حيوان بعض الإنسان كل إنسان حيوان عكس ايه او لا المثال اخر او بعض الإنسان حيوان او الإنسان حيوان عكس هذه الثلاثة بعض الحيوان إنسان ماضح او يوم ايبو احنا قلنا كده الموجبات الموجبات كلها ما هو عكسها موجب جديد والسوالب لا ينعكس منها إلا الكلية يعني السوالب السوالب كلها لا عكس فيها إلا في السالبة الكلية لا شيء من الإنسان بحجر كيف تنعكس القضية الكلية السالبة قالوا عكسها كنفسها يعني هي كلية سالبة فتنعكس فتنعكس كذلك إلى كلية سالبة احنا قلنا يبقى ايه ها يبقى الكيف لازم سالبة تبقى سالبة ويبقى الصدق فالقضية الكلية السالبة مثالها لا شيء من الإنسان بحجر فعكسها كنفسها لا شيء من الحجر بإنسان آتيك بمثال آخر لا شيء من الحديد بذهب ولا شيء من الذهب بحديد تنعكس كنفسها يعني كلية سالبة والشخصية الشخصية ليس زيد بحجر عكسها كلية لا شيء من الحجر بزيد إن القضية الشخصية تنعكس إلى كلية لكن بشر أن يكون محمولها كليا فإن كان محمولها جزئيا إن عكست كنفسها بل القضية الشخصية لها عكسان إذا كان محمولها كليا إن عكست إلى كلية أما إذا كان محمولها جزئيا إن عكست كنفسها كيف يكون محمولها جزئيا ليس محمولها كليا كما تقول ليس زيد بعمر أو ليس زيد عمرا فالمحمول إن جزء شخص فلما تعكس تقول ليس عمر بزيد أو ليس عمر زيدا واضح بالقضية الشخصية لها عكسان إما أن تنعكس إلى كلية وهذا بشرط أن يكون محمولها كليا أما إذا كان المحمول شخصيا أو مخصوصا أو جزئيا هذا كله معناه واحد فتنعكس إلى فتنعكس كنفسها والعكس والعكس لازم لغير ما وجد والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخستين يعني نريد أن يقول لك كل قضية لازم لها العكس إلا إذا اجتمع أو اجتمعت فيها الخستان ما المراد بالخستين السلب والجزئية فإذا كانت القضية جزئية سالبة فهذه لا تنعكس لماذا لاجتماع الخستين السلب خسة ليه لأنه أخس من الإيجاب والجزئية خسة لأنها أنقص وأحط من الكلية المثال بعض بعض الحيوان ليس بإنسان فهذا مثال للقضية التي جتمعت فيها الخستان بعض هذا هو خسة الجزئية ليس هذا هو خسة السلب فلا عكس لها لماذا ما هو علة أو سبب عدم العكس لأنه يصح سلب الأخص عن بعض أفراد الأعم ولا يصح سلب الأعم عن بعض أفراد الأخص فيصدق قولنا بعض الحيوان ليس بإنسان لأننا هنا سلبنا ما الذي سلبنا هنا سلب الأخص عن بعض أفراد الأعم نما لا يصدق قولنا بعض الإنسان ليس بإه بحيوان هذا لا يصدق يعني في قوة الجزئية يعني مثل ما وجد به اجتماع الخصتين اللي هو الجزئية السالبة أو السالبة الجزئية مثلها المهملة السلبية لأن المهملة في قوة الجزئية يعني كأنها جزئية ومثلها أي السالبة الجزئية في عدم نزوم العكس إذن نعيد الموجبات الأربع تنعكس إلى موجبات جزئية ثم بعد ذلك السوالب كلها لا تنعكس إلا الكلية السالبة وعكسها كنفسها ثم نأتي إلى الشخصية الشخصية إذا كان محمولها كليا فإنها تنعكس إلى كليا أما إذا كان محمولها جزئيا فإنها تنعكس كنفسها وهناك قضيتان لا تنعكسا وهما مجتمع به الخصتان وهي الجزئية السالبة والمهملة السالبة لأن المهملة السالبة في قوة ليه في قوة المزيج يقرأ قال المهملة السلبية في قوة الجزئية يعني لا تنعكس الجزئية السالبة وهو الإنسان ليس بحيوان لما تقدم من بيان صحة صحة نفي الأخص عن بعض أفراد الأعم وعدم العكس يعني عدم صحة نفي الأعم عن بعض أفراد الأخص نعم يل وقد أشعر لذلك بقوله لأنها أي مهملة السلبية في قوة الجزئية يعني المهملة السلبية في قوة الجزئية يعني كما لا تنعكس الجزئية السالبة لا تنعكس المهملة السالبة لأنها في قوتها ثم إن العكس لا يكون إلا في الحمليات والشضيات المتصلة كما تقدم تنثيل ذلك نعم وإليه أشار بقوله والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوطن والعزب إذن عندك هنا جدول موضح عكس الحمليات ما هو موجبة كلية جزئية مهملة طبيعية شخصية وأضافة طبيعية تنعكس جميعا الموجبات ولكن حتى لو قلنا بالقضية الطبيعية فعكسها يقوم إلى موجبة جزئية يعني كل الموجبات تنعكس إلى موجبة جزئية أما السالبة إذا كانت جزئية أو مهملة لا تنعكس وإذا كانت طبيعية تنعكس سالبة طبيعية عندك هنا طبيعية كلية شخصية كل هذه تنعكس كل هذه تنعكس ولكن الطبيعية تنعكس كما هي سالبة طبيعية سالبة طبيعية بالكلية السالبة تنعكس أيضا إلى كلية سالبة أما إن قضية الشخصية إذا كان السالبة كلية أو سالبة شخصية ون فرقنا قلت لكم إذا كان محمول كلية فإنها تنعكس إلى إلى كلية أما إذا كان محمول جزئيا فإنها تنعكس إلى إلى كنفسها نعم ثم قال والعكس في مرتب بالطبيع وليس في مرتب بالوضع والعكس في مرتب أي ثابت في قضية مرتبة بالطبيع ما هو الترتيب الطبيعي هو ما اقتضاه المعنى بحيث يتغيّو بتغيّره ألا ترى أن معنى القضية الحملية ثبوت مفهوم المحمول لأفراد الموضوع فإذا غير ترتيبها أفاد ثبوت مفهوم الموضوع لأفراد المحمول ومعنى الشرطية لزوم التالي للمقدم فإذا غير الترتيب أفادت لزوم المقدم للتالي هذا هو المرتب بالطبع وأما المرتب بالوضع فهو الشرطية المنفصلة جمال فرق بين الترتيب بالطبع والترتيب بالوضع من يجيب على هذا السؤال هناك ترتيب طبيعي وهناك ترتيب بالوضع ما الفرق ما الفرق بين المرتب بالطبع والمرتب بالوضع ما الفرق هل هناك فرق فرق أو لا ما هو نعم أي تغيب يعني هذا المعنى هو مرتب بالطبع هذا المعنى مرتب على ما قبله إنما المرتب بالوضع ليس هناك ترتيب إلا في الوضع فقط يعني ليس هناك أمر مترتب على آخر في المعنى إنما فقط في الذكر يعني مثلا أنا وضعت هذه هنا ووضعت هذه هنا فأقول لك هذه بعد هذه في الوضع لكن لا يشترض في المعنى أن تكون هذه قبل هذه لأنه ممكن أعكس فأضع هذه هنا وهذه هنا إذن ففي القضية الشرطية المتصلة لابد أن يكون فيها ترتيب بالطبع أما في المنفصلة يكون فيها الترتيب بالوضع فأقول إذا كان هذا العدد فردا فالآخر زوجة ممكن أقول إذا كان هذا زوجا فالآخر مجرد وضع أو ذكر يعني في الكلام والترتيب ولكن ليس فيه ليس فيه المعنى فإذا لم يكن المعنى يختلف أو يتغير فهذا يكون مرتب بالطبع يعني ترتيب طبع الأمر أن يكون هكذا يعني مثلا عندما أقول واحد ثم أقول بعده اثنين هذا هو الطبيعي هذا هو المنطب إنما هل ينفع أقول اثنين وأقول واحد هذا مخالف للطبع وهناك ترتيب بالطبع يعني مثلا إذا أردت أن أذكر بحسب الطبع أرتب الجنس قبل النوع ولا النوع قبل الجنس ما الذي يكون قبل الآخر الجنس قبل النوع ولا النوع قبل الجنس الجنس قبل النوع لأن النوع ما كان نوعا إلا به من نظر إلى الجنس فأقول مثلا معدن ثم أقول المعدن ينقسم إلى حديث إلى ذهب إلى فضة هذه أنواع المعدن اللي هو الجنس لكن لا يمكن أقول حديث ثم أقول معنى فمن الترتيب الطبيعي يعني اختضاه الطبع أما الآخر اختضاه الوضع يلا وأما المعدن بالوضع فهو الشرقية المفصلة لأن تغيبها ذكري لحيث لا يتغير معناها بتغير طرفيها يعني لو غيرنا في الطرفين فجعلنا هذا قبل هذا لا يتغير المعنى فإذا قلت العدد إما زوج أو فرد فرطنا قلت العدد إما فرد أو زوج هل تغير المعنى لا لو قدمت الأول على الثاني أو الثاني على الأول لا يتغير المعنى فعلم أن الترتيب إنما هو في مجرد الوضع والذكر وهذا معنى قول المصنف وليس أي العكس ثابتا في مرتب بالوضع وذلك هو القضية الشرطية المنفصلة فلا عكس فيها يعني أفر قلت العدد إما زوج وإما فرد كيف تعكس حتى تقول العدد إما زوج أو فرد أو إما فرد أو لا يتغير عكس لأنه ليس فيه ترتيب بحسب المعنى واضح يلا يلا وقد علم من تقييد المفضل العقس المستوي أن كلامه قيد قيد فقط وخرج الكم والكيف كل إنسان حيوان أريد أريد أن أعكس هذه القضية عكس نقيض اللي هو الموافق فين نقيض إنسان أنا أعوز أجيب نقيض الطرف الأول فأعكسه وآتي بنقيض الطرف للآخر نقيض إنسان لا إنسان أو ليس إنسان ونقيض حيوان ليس حيوان فآتي بنقيض الأصل مع نقيض العكس ولذلك سمي موافق لأنه موافق للأصل فأقول مثلا في عكس كل إنسان حيوان كل ما ليس بحيوان لازم أجيب المحمول موضوع والموضوع محمول ولكن أجيبه على النقيض وليس على الأصل فلما كان على الأصل هو المستوي كان كل إنسان حيوان لما جينا عكسنا العكس المستوي قلنا بعض بعض الحيوان إنسان هنا ما فيش نقيض إنما إذا أردت أن آتي بالنقيض سوف الأصل كل إنسان حيوان عوز أعكسه عكس مستوي هقول بعض الحيوان إنسان اسمه عكس مستوي طب أريد أن أعكس عكس النقيض الموافق فأقول كل ما ليس به بحيوان هو ليس بإنسان هذا اسم عكس النقيض الموافق وسمي موافقا لموافقته للأصل للعكس في الكيف موافق للأصل يعني الأصل كان موجبا وثم صار في العكس عكس نقيض موافق أول حاجة فهمنا أول حاجة عكس العكس المستوي هو المثال نفسه كل إنسان حيوان عاوز أريد عكس مستويا ماذا أقول بعض الحيوان إنسان أريد عكس نقيض موافق أقول كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان ماذا خرج به أيضا عكس النقيض المخالف النقيض المخالف عاوز فهم شوية ماذا نفعل في النقيض الموافق نبدل نخلي المحمول موضوع الموضوع محمول ولكن نجيب نقيض الأصل فإنسان ليس بإنسان وحيوان ليس بحيوان ولكن نبدل لا نجعلها في الترتيب كالأصل ولكن نجيب العكس طب إيه معنى عكس النقيض المخالف تبديل الأول كلمة مخالف بنقيض الثاني يعني حجيب الأول أبدله مش بالثاني بنقيض ليه الثاني والثاني بعين الأول ولهذا سم مخالف مخالف شوف لو أنا جبت الأول نقيض الثاني والثاني نقيض الأول موافق إنما عشان يكون مخالف أجيب الأول نقيض الثاني والثاني ليس نقيض الأول وإلا لكان موافق وإنما أجيب عين الأول مع الاختلاف في الكيف لابد يكون في اختلاف في الكيف هنا فمثلا كل إنسان حيوان عرفنا نفس المثال في الكل هو هو في المستوي وفي الموافق وفي المخالف كيف قلنا في المستوي بعض الحيوان إنسان كيف قلنا في عكس النقيض الموافق كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان أما عكس النقيض المخالف أبدل الأول بنقيض الثاني والثاني بعين الأول مع الاختلاف في الكيف فمثلا كل إنسان حيوان عاوزين عكس النقيض المخالف شوف لا شيء مما ليس بحيوان إنسان فأنا عملت بدلت الأول ليس بعين الثاني ولكن بنقيض فمثلا الثاني ما هو نقول كل إنسان حيوان لو جبناها على الأصل هنقوله إيه كل إنسان حيوان هنقوله بعض الحيوان إنسان فرحنا جبنا هنا لا شيء جبنا النقيض مما ليس بحيوان إنسان وسمي مخالفا بس هنا قلنا لا شيء مما ليس بحيوان فجبنا نقيض الثاني طب الأول تركناه كما هو نقول إنسان هل غيرناها جبنا عين الأول يعني التبديل فقط حيكون فيه فيه الثاني نأتي بنقيضه أما الأول نتركه كما هو وسمي مخالفا لمخالفة العكس للأصل في الكيف لأن في الأول كان موجبا فلما انعكس صار سالبا عندنا كم نوع من أنواع العكس ثلاثة العكس المستوي وهذا أسهل الثلاثة تبديل المحمول بالموضوع والمحمول بالموضوع مع بقاء ليه مع بقاء الصد والكيف ثم نأتي تبديل من كلية الموجبة تنعكس تنعكس بالطبع بالطبع وإنما بالوضع عكس القضايا خذ ذلك في جدول في آخر صفحة مكتوب في عكس النقيض الموافق وعكس النقيض المغالف والعكس للمستوي المستوي تعرفه كده أحفظها هذه هي القلاصة المستوي قلب جزئي القضية مع بقاء الصد والكيفية والكم إلا في الموجبة الكلية فعوضوها أو فعوضوها موجبة جزئية عكس النقيض الموافق تبديل كل من الضرفين بنقيض الآخر مع بقاء الكم والكيف عكس النقيض المخالف تبديل الأول بنقيض الثاني والثاني بعين الأول مع الاختلاف في الكيف فانتبه بالنسبة لعكس النقيض المخالف سمي مخالفا لمخالفته الأصل في الكيف فيختلف في الكيف أما في الموافق لا يختلف في الكيف إلا لا يسمى موافقا وكذلك العكس للمستوي لا يختلف أيضا في الكيف فالذي يختلف في الكيف هو عكس ل النقيض المخالف وبهذا يكون قد انتهى الكلام في العكس في العكس باقي باب القياس إلى آخر الكتاب فإن شاء الله تعالى نعود إلى تكملة هذا الكتاب إن كتب الله لنا التوفيق والمدد إنه سبحانه وتعالى سميع قريب ومجيب صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل الأيدي الضيبين الطاهرين اللهم صلي الله على أسعاد محلوقا سيدنا محمد وعلى آل وعلى آل وصبيل وسلم على المعلومات وعلى آل كلماتك كل ما ذكرت كذلك وعلى آل وعلى آل وعلى آل اللهم صلي على صلاة على أسعاد محلوقاتك سيدنا محمد وعلى آل وصبيل وسلم على أموه وكلماتك كل ما ذكرت وعلى آل وعلى آل وفار وعلى آل وصبيل وكلماتك أفضل صلاة على أسعاد محلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على اشتركوا في القناة